طيب هنتابع الأول مع حضراتكم أخبار المنتخب بعد رجوعه من أنجولا دخل على طول في المعسكر بتاعه في برج العرب عشان استعدادت طبعا لمباراة الجابون اللي هتتلعب بعد بكرة توقع أنه شكل المنتخب أنا بتهايلي مباراة خلاص فقدت أهميته يعني احنا كنا قبل مطش أنجولا بنقول مطشين مهمين والست نقاط في منتهى الأهمية على أمل أن احنا نقرب من أنجيريا يدخل كاس العرب نطلع تصنيف خامس على مستوى قلة إفريقيا وبالتالي نبقى مع الخامسة الكبار وضع ده كله طبعا بعد التعادل مع أنجولا فوزك بمطش الجابون تحصيل حاصل ما بتفرقش فهي المباراة العرب أنها تكون تجربة والرجل بيفكر أنه الناس اللي ما خدتش معاه فرصة في المطشات اللي فاتت مطشين ليبيا ومطش أنجولا يديهم فرصة في المطش بتاع الجابون ويريح العناصر الأساسية وبالذات صلاح والنيني عشان هم كمان راجعين على عركة يعني راجعين على يمكن عدد كبير جدا من المطشات في الدولة الإنجليزية فبالتالي الراجل بيفكر يريحه ويريح هيجيب طبعا أكرم عنده إنذارين فبالتالي الراجل بيفكر يلعب بمجموعة جديدة أنا اللي يهمني أقوله يعني بعيدا عن حسابات التصنيف ما بقتش فرقة يعني ما بقتش فرقة بقى فكرة أنه نكون في الخمسة الكبار أو في الخمسة الصغيرين هم كلهم عشرة تأكد إنهم أفضل عشر فرقة في أفريقيا ولو إنت طلعت تصنيف أول ما إنتش هتروح بعيد برضو عن منتخبات من العارة التقييد يعني إحنا النهاردة بنتكلم خد بالك وإحنا مع حضراتكم في انتظار مباراة الجابون يوم الثلاث إنت عندك نيجيريا لسه ما تأهلتش وهي من الخمسة الكبار نيجيريا مع الراسل أخدر وراسل أخدر لو كذبت أهل مطش على الأرض نيجيريا لكن لو الراسل أخدر عملت المفاجأة وكذبت الراسل أخدر في العشرة الكبار ونيجيريا بره تونس نفس الحكاية الجزائر اللي الناس شايفة أنه يمكن أكتر منتخب في الوقت الحالي وعنده كتيبة محترمة جدا من اللعبين بتنافس لغاية اللحظة دي بوركينة فاسو يعني ممكن جدا ممكن وارد نيجيريا تونس الجزائر بره كاس العالم فاللي عايز أقوله أن حتى لو أنت طلعت في الخمسة الكبار ما أنت هتعبين برضو هتلعب كوت دي بور ولا هتلعب جنوب أفريقيا ولا غانا ولا الكاميرون خلاص الكلام العشرة الكبار هيفضله كبار واللي عايز يلعب كاس عالم ما يخافش بقى هو هيقع مع مين المهمة تكون جاهز وأولى المحطات لجاهزات المنتخب وشكله مع ميستر كيروش وماتش الجابوغ حضر فيه وجرف فيه وشوف العيبة زي ما أنت عايز وعندك فترة طويلة تشتغل بعد كده طبعا مع المنتخب لغاية كاس العرب في آخر نوفمبر تبتدي هتبقى فرصة كمان كويسة جدا لاحتكاك وأن ميستر كيروش يتابع أكتر ويشوف أكتر ويتفرج أكتر كمان على لعيبة المنتخب النهاردة هيبقى فيه مؤتمر صحفي الراجل هيكلم فيه على ماتش أنجولا المؤتمر شغال دلوقتي مع حضراتكم وهنحاول ندخل كده نشوف الراجل بيتكلم في ايه طبعا ده دي لقطات من المؤتمر الصحفي على هوا دلوقتي مباشرة الراجل بيتكلم على المرحلة اللي فاتت وبيتكلم على اللي جاي وأوله طبعا مباراة الجابون اللي هتتلعب يوم الثلاث بعد بكرة ان شاء الله واحتمال كبير كمان في المباراة دي كيروش يعتمد بشكل رئيسي على محمد شريف كمهاجم صريح يعني هو شافه أو جربه أكتر في مركز الجناح في ماتش الجابون لكن هو توظيف شريف أعتقد هيكون بشكل كبير مع المنتخف في فترة الجاية كراس حربة وخصوصا أنه مصطفى محمد ما قدمش المرء واضح أنه بعيد يعني الولد تجربته في تركيا مش في أحسن أحوالها في تزبزه في مستوى إمكانياته ما حدش يقدر يشكك فيها مشوفه راس حربة عنده إمكانيات كبيرة جدا محتاج بس يشتغل على المنتاليتي لو قدر يطور من نفسه في الحتة دي هيشرخ مقدرش زي اللي قبل منه هيرجع على طول وتشوفوا بقى في الدولة المصري معنا مرتين لكن هو بوتانشي الكبير جدا مصطفى محمد ومحمد شريف بالترتيب كده محمد شريف مصطفى محمد أحمد ياسر ريان يطمنوك التلاتة على بعد لو فيقين وفي حالتهم يطمنوك جدا 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 على مركز رأس الحربة في منتخب مصر